وضعك العطيفي مش مستقر يا قوس الوضع العطيفي مش مستقر عندك خالص خالص وبدون سبب وبدون داعي انا مش عارفة مشاكل دي جاية مني القوس حاسس ان هو مهزوم في العلاقة انه هو مش ماني مركزه كده يعني مش هقول مستدفاهو مش مديله امته اللي هو عايزها يعني قصدي نفسه يبقى عنده السلاح العطفة والعقل مع بعض انه هو يعرف يمشي باتنين مع بعض تقريبا القوس يبيشغل دا يا دا يعني هو عنده يا دا ما عرفش يشغل لاتنين مع بعض فنفسه يشغل لاتنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك دا نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة حاس انه هو مش قائد مش قائد هو مش بيعرف ياخد الانشاتف اللي هو انه هو يبادر بحاجة مش عارف يبادر يمكن يكون الشريك اللي معاك يقوس بورجه قيادي قوي فمؤثر عليك مخليك مش عارف انك انت مش مديلك من مساحة بتاعتك كفهم قصدي بس انت شايف شريكك ازاي شايفه عيلة سعيدة بيمدك بالعيلة السعيدة لو انتو لسا مرتبطوش فانت شايف في العيلة يعني العيلة المستقبلية انت شايفها فيه صورة حلوة جدا شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة ان هو يطلع اجازة معك او ان هو لو انتو لسا مرتبطوش الجواز انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل عايز يطلع بيمدك نفسه في ايه؟ يعني الغريب قوي ان الكارت ده يظهر في الحتة دي هو حاسس ان انت ظلمه على فكرة او حاسس انك انت مش فهمه صح انت مش مقيمه صح نفسه تفهمه صح انت مش فهمه لسا شايفك ازاي شايفك شخص بيقدم كتير اوي بيحب جدا وبيقدم كتير اوي معنا ان هو شايف ده معنا ان هم قدروا فدي نقطه كويسة جدا لكن الطاقة ما بيقول يا قبوس عملة كده بصوا عمليني ازاي؟ دي خناءة في شارع دي خناءة كبيرة يعني خناءات كتير كتير كل شوية خناءة طلعوا من خناءة خش في خناءة طلعوا من خناءات خش في خناءة ليه كل خناءة ده؟ ما يعني ما تمشوا الدنيا يعني ابسط من كده شوية دلوقتي ممكن تكونوا في حال التوازن الشهر ده بس مش هيستمر كتير يعني انتو في عندوكو بصوا عمين زي موج البحر كل يوم حالي يعني تتصافوا وتتخنقوا تتصاحوا وتتصاحوا وتتخنقوا نصيحتي ليكم بجد لو الخناءات مشي برنامط ده خدوا بريك يعني مش بريك من بعض خدوا بريك مع بعض خدوا بريك من مشاكل وحاولوا تعملوا حاجة تساعدكو انتو الاتنين مع بعض كل شوية خناءة طيب ما انا شايفة معانا لاحظت خدوا بريك بس كده وحاولوا تروحوا حتى مكان هادي تتكلموا فيه تتلعبوا فيه يحملوا اي حاجة فيها مرحة فيها حاجة كويستة كده حيقربكم من بعض بس انا بقولك اللي انا شايفاه يا قوس شريكك شايف انك انت مش فهمه صح مش مقيمه صح هو مش مش شديد عليك بالشكل ده او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفضيع ده انت ممكن تكون مزودها شوية يمكن الله اعلم عمورا فكرت الحالتين انتو بتحبوا بعض الحب واضح هو شايف حبك ومقدره وانت شايفه العيلة والامان والسعادة العائلية فحتعدي الناس اللي هيسألوني هنسيب بعض لا محدش هيسيب بعض هتبدوروا كده تتخانوا وتتصالحوا وتتخانوا وتتصالحوا بس مفيش مفيش حد هيبعد ومفيش حد هيسيب التاني ان شاء الله مكملين وحتصلحوا كل الحاجات اللي بينكم السغننة دي حاجات سغننة كلها شهر ده انا بخاطبي كويسين جدا بس افتري ما اشكرنا هيما طيب كويس يا دوني اه ما نشرت فيه حالة التزاني بس مش يعني ان شاء الله تدوم بس انا شايفة انه الموضوع فيه تأربح جامد جدا احكي معايا من شعرين عشان يا خناقة والله كتير عنيه ده مع هو عنيه انتو الاتنين يعني بتعندو ده اوحش حاجة لعنات ده ما شاكي بده اخدو خناء الشريك مزالي اه حلوة قوي السناجل زي ما هما يا مريم زي مكانك كله مكانه مفيش جديد لايه جديد الشهر ده كنت هقول لكو ايه مفيش حد هيسيب تح مفيش يعني اتخنقوا زي ما انتو عايزين العلاقة متملة ومفيش مفيش بوعد ومفيش احدا من الحداد دي خالص مفيش مانعي هديل لو ده هيديكوا بريك شوية تحاشوا بعض وتعرفوا ايمت بعض وغلاوت بعض عند بعض مش مشكلة يعني انا الموضوع بريك ده بالنسباني مش مش ازمة بالعكس يبقى كويس قوس مش عارفة ده صح ولا غلط يعني ايه مش فان ما زي قليك انا اوكي ما احترامي قوس بس قوس بيطنش الدانية والله يا امي حسن ده ده يعني دي نعمة عند ربنا لو يعرف كان يطنش الدانية دي نعمة كبيرة جدا احانا بسيحة بزبطك 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 يا ميمي انا واضح عندي ان هي لسه مش مستقرة الشهر ده مش مستقرة بس ما ضافق ديكو يا جماعة يعني انا بقول لكم مفيش حدا هيبعد مفيش بعد مفيش انتصور مفيش طلق بعد الشر مفيش فسخ خطوبة مفيش حاجة من الحاجات دي بتنتمرين بس بتتخانوا بطير يعني حاولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخنات بمعنى انت واحد شاف تاني متعصب ما يقفش في وشه ويقعد يحاول يستفزوا اكتر لا يحاول يبعد يقدر طيب خلاص انت متعصبها تلوقتي انا حسنبك بس لباك ما تهدين مش هحصل اي حاجة على فكرة خالص هتهدى وهتتكلم معها هتلاقيها شخصية طبيعية جدا مش ممنونة لكن هتجي تقف في وشه وهي المتعصبه هتسمع كلامش ظريف ونفس الحكاية الناحية التانية هو داخلي متعصب تقفي في وشه وتقوله حاجات نرفسه اكيد هتتخانقوا شايفان زعبك خلاص تاني شوية حبيبي مع شكلك متعصب توقتي نتكلم بعدين الموضوع مش ضروري يعني يتأجل فاعمين قصدي عشان تتفادوا الكلاشتا فاعمين قصدي اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي نشوف بقى ايه الحالة العامة للمجموعة الثالثة والاخيرة لبورد القوس ابني صحي لحد دلوقتي يعني انا بجد مش هارفها ما نفسي ايه المجموعة الثالثة عندهم ارتباط وارتباط تقريبا شكله جديد نايدوف كوبس خليها نشوف بس اول حاجة هنا القوس مسك على مشاعره او مسك على حاجة مسك على اهتمام مسك على وقت مسك على فلوس مسك على مشاعر في حاجة مسك عليها بس ده لانه تقرص يعني لو هو مسك على فلوس فلانه هو مقروس وابقى عارف قيمة الفلوس اللي معاه ومش عايز يفتطها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصح لو هو مشاعر فهو اخد برضو درس وتعلم كويس من علاقة سابقة ادى فيها مشاعر كتير قوي وخزل فقرر انه هو ايه يمسك في مشاعره كده وما يديهاش لحد بالسيل وانا اقايد هذا الموضوع ده جدا ما فيش مشكله خالص صح نفس الشخص اللي عن المجموعة الاولى اللي كان اهو صغير ده اللي عمالي يسحب طقتك الايجابية ياخدها دي ويديك سلبية مكانها ده مؤثر عليك بالخوف محسك بالخوف بيقلقك بش ايداعي للقلق على فكرة صحيح انا مش شايفة تطور في الحلم الداية بس شايفة انه صحة الحمدلله كويسة ما فيش مشاكل صحية بس هو في زعل في زعل في ندم والندم ده عن قرار يقوس الحيرة نفس الحيرة في قرار انت عايز تاخده قرار بحكين ندم عليه هتحس ان فيه ندم انت ندمت وعملت خطوه غلط اوكي طيب نتفايد المناط ازاي لو فيه قرارات مهمة داخلين عليها شهر ده اجلوها لو ينفع لو تقدروا تأجلوها حاولوا تأجلوا القرارات دي عشان تتفايدوا الندم ده ده فيه ندم انا شايفة حالة ندم يا رب ما تكونش حصلت او رادي واللي لسه يعني ما حصلتش عنده لو فيه قرار حتقع فيه هيقع قدامك يعني الفترة دي اجلوه كويس طيب نايت اوف كوبس ده بقى هنا فيه هي مش علاقة جديدة لا دي مش علاقة جديدة ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس مفيش اي جديد عنده شهر ده بالنسبة الارتباطات الجديدة سوري لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفة وزريف معي عكس المجموعة التانية ده اللي احنا شفناها ارتباط قوي جدا الناس اللي لسه مرتبطوش رسميا ما عملوش الحفلة بتاعت الخطوبة او حفلة الفرح بإذن الله هتتم ومرصد الخطوبة والفرح اهي ان شاء الله هتتم عندك تحول يا قوس انت كمان واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرح حياتك يمكن هتبقى اكتر اتزام هتبقى اكتر التزام ممكن في عندك تحول جامد هيحصل في حياتك هتبتدي تلتزم اكتر وانا شايف انه هو التزام وكمان ممكن تكون بتقرب من ربنا حاجة حلوة قوي قوي راية تحفة هلخصها بسرعة في هنا ماسك على حاجة لو انت مقلل اهتمامك بشريك او او بعيلتك او ان انت تنفق بفلوس خلي الموضوع وسطي شوية بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بهم كفاية في شخص جنبك برضو بيوحيلك او بيديلك نصيح مش كويسة او بيوحيلك بطاقات اجا سلبية حواليك وانا مش شايفة ان ليها داعي صراحة مسببلك مخاوف اوكي اه في هنا ارتباط كويس بالشريكك مرتبط بالشريك اللي معك جدا ومهتم بيه وبتعاملوا طريقة كويسة فيها جنتلنس كدا في قرار انت محتار تاخده بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم هتقول يا ريتني ما عملت زي ما قلنا فيه هنا اتمام للفرح او الجواز او الناس اللي متجوزين ممكن تكون اجازة يعني هتلاقوا اجازة مع بعض هتغير من حياتك الارتباط ده اللي حيتم ارتباطهم الشهر ده اكيد طبعا للاحسن هتكون انا شايفة ان هتكون اكتر الكزام ميزان حاضر يا ليلة من عناية يا حبيبتي يا مونار الله يسلمك انتي وحشتيني جدا جدا طيب كده ميزان مجد بيتطلبه كتير دي المجموعة الثالثة يا دينا الحمل يا براتي شوية كده لان انا قريته ارادي فحيز اخلص بس الابراج اللي ما قريتهاش وهرجع للحمل تاني انا قريته قبل الصفحة ما تبتقفل وتمسح للأسف فان شاء الله حقره لكو تاني حبيبتي يا نورا مرسي يا روح اقا اقا كنت مقلوبة العزراء حاضر 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 ايمان مفيش رد في ايه يا حبيبتي لولا بكيز ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه لان انا كنت في قرية والله ما شفتش الكومنت بتاعك خالص طبعا يا وليد لي انا من غيب الى الله ونعمة بالله طبعا حمل حنعيده حاضر متى منيزان قريب جدا انا نحاول اختصر بسرعة عشان اخلص الابراج كلها بسرعة جادي انا شايف الجادي بيتطلب كتير الجوزاء انا قلتو يا ماريهان على يوتيوب بساعة لما الصفحة كانت مقفولة في الفترة دي ونزلته على الصفحة الجوزاء حتلاقي موجودة عندك حبيبتي هحاول اقطعهولك وكده وازبطهولك واشيرلكم انه التحيات والحاجات دي اوكي طيب يا وليد قلنا لك طيب انه لا يعلم ليه غيب الى الله تشتم ليه طيب تعالي تعالي انت عمل لك بان او رادي بلوك اوكي اوكي طيب يالا نشوف الحادة العطفية بقى اه حاجة خلاص ليه يا هند صح العلاقة السلسية ومحترة اخترني اوكي خلي بالك انك لو ما تصرفتش صح هتخسر الاتنين خلي بالك طيب اوه يجا طرق بين القص والميزان مفيش طلاق عند القص خالص يا صاحبة صوب مفيش طلاق خالص ربنا هيدي القص طبعا حمل امتى حنعيده تانية لحاجة قريب حاضر العقرب حاضر اهلا بيك يا سعاد وانا احبك صبح صبح يا شيمة ازايك يروحي عندك وحش جدا ضعيف قوي فعلا يا انجل دي حقيقة الانتونت عندي مش كويس حط الصورة سيئة الصورة سيئة جدا بعتذر عن اللايب النهاردة في مكلمة هتحصل بيني وبنتي ايدتا بعد من خلص اللايب مكلمة مش ظريفة طيب يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة جورد الكوس الحالة العاطفية من انا سوري موقش التواريخ ده من عشرة حد واحد وعشرين ديسمبر بسم الله الرحمن الرحيم حسنا 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 القوس عايز يجمد العلاقة يعني عايز يوسف صوتك القوس عايز العلاقة زي ما تقولو ايه توقف كده وقف كده وقف هنا كده ثانية واحدة زي ما تقول ايه ثانية واحدة كده اه لا فيه خناء داخل على خناء داخل على خناء عايز تخانق عايز تخانق وعنده جوا حاجات وعايز تطلعها وفيه حاجات من الظريفة تشايف شريكو ازاي تشايفو شخص كريم اوكي كرمة لو حصل انفصال ان شاء الله فيه الجوا التقمة بينكم فيها مشاكل كتير تعب تعب جامد اوكي شريكك عايز ايه شريكك على وشك يقوم بخطوة لكن متردد من النتائج بتاعتك كويس نفسه في ايه نفسه يساعدك هو عايز يساعدك تمام شايفك ازاي تركزوا بقى معي في قوي بقى في شايفك ازاي شايفك ايه شايفك ايه مصحور او محسود شايفك كده انت بتتصرف من غير منطق هو حاس انت بتتصرف من غير منطق نفسه يساعدك اوكي وانت عايز تتخاني شايفين الدنيا عاملة ازاي عادة تاني القص عايز ايه مش عايز يعمل حاجة عايز يبدل قاعد كده ويوقف كده العلاقه وايه وقف قاعد في مكان كده منبص كده شوف ايه اللي بيحصل هنا اوكي خناء عايز تتخاني اوكي شايف شريكك شخص كريم شخص كويس شريكك عايز يعمل خطوه بس خايف من توابعها ونفسه يساعدك الشكل الحاكتين دون مرتبطين ببعض ان الحاجة اللي هو مترد بدي يعملها ومش شايف توابعها دي انه هو يساعدك بس خايف المساعدة دي ما تكونش صح شايفك ازاي شايفك مصحور او محسود تنبسوا خرز ازرق حاج حجر ازرق الفيروز حلو جدا الحسد لو الموضوع حسد وشوفوا لو الموضوع فيه سحر يعني الموضوع كبر يعني معدل مرحلة الحسد واسح يعني شوفوا ايه الموضوع بس الشيكك بيحبك يا قوس مش عايز يسيبك وعايز يساعدك بداخلين على مغامرة الشهر ده فيه مغامرة هتعملوها وفيه معافاة الله اكبر فيه معافاة من تعب كان طويل طويل تعب طويل ان شاء الله فيه معافاة منها وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر بسم الله ما شاء الله انا اشعرت القرية حلوة قوي قوي ما شاء الله القرية افتكر واضحة ومفهومة يا حبيبتي يا قروة يا خلاصي على الفنات العسليات اللي بيعابسوني دول طبعا يا قلاء ممكن اقولك بصي هو هجبهولك هجبهولك او هصوره وحطه في في الجروب دي دخلتي الجروب وده لسه انا هزبط بس الجروب اعملت الجروب جديد يا جماعة اسمه اسمه اميرا ادلبيد نفس اسمي ده اسمه مؤقت يعني وبعد كده هغيره القوز في عمل القوز في عمل طيب خلاص خلاص وصلت الميسج شوفي بقى زبطي امور كده لان هو ده بوضك العلاقة خاصة هنعمل بقى فيديوهات للبنات بقى علشان هوا هنا فيه ولاد طبعا مش عايزين الهابل ده يعود لما نشوف مانيكير واليونس والميكوب والحاجات دي بنبقى نعمل لايف في جروب اسمه اميرا ادلبيد دوروا عليه هتلاقوه بحب الخناء بحب الخناء بحب الخناء قويسة انا عايز الخناء ايه بنتي ربنا ما نجيب خناء ده وجع قلب يا شيف لايك هنا خدي لايك يا ايمان خدي قلب طب يا جماعة انا الانترنت النهار ده مش مساعديني ان انا قرأ الاه مجانية معلش سامحوني والله فعلا مرسي عبير فان نتقول له صح هاي المسيا هالا I love you too يا ايمان From Tunisia صح منوروني راح قليبي انا شريك الكوس تعتمينه جدا هو القوس طب متشوفي كده يا عبير شكله محسود او مصحور في حاجة عنده مش صح صحيح كلامك بشكرك يا روزي كيمو انا مش عارف انت بنتي ولا ولد بس شكلك ولد اه كيمو ابعت للسفحة بليز اه بتروحوا لشيخ بتروحوا لشيخ يا با انا بيبان عندي في الايراد يعني انا ساعات في الايراد بتبان عندي بس انا مش هزاولوكم كده عشان ما تبقوش انتو جايين للاراية عشان تكشفوا على حاجة زي كده لا ما تجلوش انا تكشفوا على حاجة زي كده بليز تكشفوا عند الناس متخصصين اه شيخ تروحوا لشيخ يشوف في حاجة ولا لا ازرق في سحر او حدا معمول الكورة لأ صحيح فعلا طريق اختي كان كده بالفعل اوكي والحمدلله خافوا بقى كويس كويس او ناجيا عطوبة عصابي عطوبة اتخاني داشتان حبيبت قلبي رأي يعني اتليست معفراتك فالذكر حبيبتي ايه اسكوي ربنا كتير وكده واستخفاي كتير وعمي الحاجات كلها على فكرة بتزهق وبيقو بيخوك كل كله كله منكم اشكرك يا هلا جدا جدا دحقيي تانكيو يا ساسو حبيب قلبي طيب ان شاء الله نعمل نعوضها اللايب اللي جاي نعمل اسئلة ليه يا انجل زعلنا ليه يا حبيبتي الانترنت وحش قوي يا جماعة والله وانا كل دا شغالة بالباقة بتاعت التليفون وحتفصل كمان شوية وزي ما انتم شايفين الصورة وحشة جدا قلتلي القسمة لو بقى انا هقفل يا اسراء وعيدي بقى تشوفي بقى قسمة وعيدي اسمعي كلها حاجة حبيبتي يا ملك حبيبت اسلاميلي عطو خنق وشريكي وشريك نيكا دي تعالش نسري بصو لو هو نيكا دي غصب عنه بسبب السحر او الحسد اللي عنده ده معلش ازوري هو مش مش يعني مش بقى مش بقى مش قصد هو ما يقصدش مش بتشكرك يا زوزو قوي حبيبت قلي ربنا يخلو كي الاقame هبيبي يلا اسئبكوا على خير مصطبحوا علي كير واشوفكوا ان شاء الله حلو نطلع بكرة نقول يا بكرة نقول التور أن تطور بك ولا الجدي نقول الجدي نقول الجدي حلو انت تطلب كتير اوي 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 هانت تولي الجدي ان شاء الله ان شاء الله بكرة اوكي مشوفكوا بكرة وأحاولتو اطلع بدريه عن كده Runashadi يلا اشوفكوا على خير ونحول باتيبتο ونكم ولا نفسكم sensible يا اسلاميلي يا ام أمر شكرا